أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن الحكومة أعدت وثيقة مهمة جدا بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والذي تناول رؤية الدولة لتعظيم الدور القطاع الخاص ومشاركته في كافة جهود التنمية التي تتم على أرض مصر مشيرا إلى أن إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري أظهرت تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27% هذا وجدد مدولي التهنئة إلى أبناء مصر من الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد